تحرك فرنسي ضخم ضد ما يوصف بالانفصالية السلطات الفرنسية أوعزت لأجهزة الدولة بتنفيذ هذا التحرك التحرك الجديد وغير المسبوق هذا سيستهدف بحسب وزير الداخلية الفرنسي 76 مسجداً وفي تغريدة له على تويتر غرد الوزير الفرنسي أن عمليات التفتيش ستطال كل هذه المساجد وتلك التي يجب إغلاقها سيتم إغلاقها ووفقاً لصحيفة لوفي جارو فأن الوزير الفرنسي أرسل في نهاية نوفمبر مذكرة إلى مدراء الأمن توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد التي يوجد منها 16 في باريس ومحيطها و60 في سائر أنحاء البلاد ومن بين هذه المساجد هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها بناء على تعليمات الوزير بإجراءات فورية يمكن أن تصل إلى حد الإغلاق ثلاثة من هذه المساجد الثمانية عشر تقع في نطاق بلدية سينساندوني أحدها رفض الالتزام بقرار أصدرته البلدية وقضى بإغلاقه والثاني أغلق في 2019 لكنه استمر في فتح أبوابه أما الثالث فقد صدر قرار أمني بإغلاقه لكن أجهزة الدولة لم تتحقق من ذلك الإعلان عن هذه العملية الأمنية يأتي قبل أيام من جلسة من المقرر أن يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى تعزيز مبادئ الجمهورية الفرنسية من خلال محاربة الانفصالية والتطرف ترجمة نانسي قنقر